السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة رزو التعليمية إذن هذا الفيديو سيكون مخصصا لتصحيحي نموذج لفرض بنسبة للتربية الإسلامية المستوى الخامس يعني الفرض الثاني في الدورة الثانية هو آخر فرض بنسبة للسنة الدراسية الحالية إذن على بركة الله نبدأ بالتزكية إذن أولا أكتب من صورة المدتر من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر إلى ما هدت له تمهيدا إذن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدته له تمهيدا صدق الله العاطم إذن هذا الشيء اللي مطلب مني بالنسبة لصورة المدتر من أيها المدتر ومهدته له تمهيدا نمشي والتانيا إذن أشرح الكلمات الآتية إذن المدتر إذن جاء في ذكر صورة دي للمدتر المدتر فما معنى المدتر المدتر هو المتغطي بثيابه يعني الإنسان الذي يغطي جسمه بثيابه إذن المتغطي بثيابه المتغطي بثيابه قم فأنذر إذن قم فأنذر بمعنى الإنذار هو تحذير شخص من شيء ما إذن قم فأنذر إذن حسب سياقها في الصورة الكريمة إذن قم فأنذر بمعنى قم فحذري الناس من عذاب الله إذن قم فأنذر يعني حذري الناس قم فأنذر يعني حذري الناس ممكن تزيد من عذاب الله إذن أعدي الرجزة فهجر إذن أهجر يعني ترك الشيء وهنا الرجل المعنى دياله هو الشرك بمعنى يجب أن تترك الشرك إذن أهجري الشركة الرجزة فهجر يعني أهجر الشركة بالله عز وجل إذن أهجر الشرك ثالثا أكمل بعبارات بالعبارات المناسبة عندي واحد من الصغير إذن عندي رحيم عذابه جنثه كريم آته إذن ربي يدخلني لذلك أعبده حق العبادة وأخلصه في عمالي وإذا أخطأته له لأنه يجنبني وعندي فرغ إذن ربي كريم هل يقول لي شي واحد فيكم علاش مدرتيش في الفرغ الأول رحيم إذن ربي كريم يدخلني لذلك أعبده حق العبادة إذن يدخلني جنته إذن يدخلني جنته لذلك أعبده حق العبادة وأخلصه في عمالي وإذا أخطأته إذن ماذا يفعل الإنسان عندما يخطئ يتوب من خطأه إذن أتوب إذن أتوب أتوب له لأنه رحيم إذن الله سبحانه وتعالى يرحم عبادة يجنبني عذابة يجنبني عذابة إذن هذا الشي اللي عندي بالنسبة للتسكية دوزو الاقتداء والاستجابة إذن عندي طالب الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بإنضاء العشيرة في صورة المدتر إن طلاقا مما تعلمته حديد ما يلي إذن عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القبيلة التي عاش فيها وهي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قريش الآيات التي تدل على إنذار الآيات التي تدل على إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرة إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإنذار عشيرته من عذب الله تعالى بسبب كفريهم إذن الآية التي تدل عندي بإنذار تدل على إنذار إذن قم فأنذر قم فأنذر إذن هذه هي الآية التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإنذار عشيرتي عندي مما أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم عشيرتها إذن العشير ذي الرسول صلى الله عليه وسلم التي عاش فيها كانت عشيرة كافرة يعني لا تؤمنوا بالله عز وجل بل كانت تعبدوا الأصنام وجاء الوحي من الله تعالى وأمر رسول صلى الله عليه وسلم بإنذارهم بعذاب شديد إن لم يتركوا عبادة الأصنام إذن ماذا أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أنذرهم أو حذرهم أنذرهم من عذاب أنذرهم من عذاب الله بسبب كفرهم وعبادتهم الأصنام ندوز الثاني أجيب بصحيح أو خطأ إذن عندي صلاة العيد سنة مؤكدة صحيح عندي يجوز صيام يوم العيد إذن خطأ لا يجوز صيام يوم العيد عندي صلاة العيدين يسبقها أدان وإقامة خطأ إذن ما عنديش أدان بالنسبة لصلاة العيدين تصلى صلاة العيدين بالمصلاة صحيح إذن لا هي لا تصلى بالمسجد فلتصلى في مصلاة يعني أرض خلاء خامسا عندي صلاة الجمعة فرد عين صحيح صلاة الجمعة هي فرد عين عندي صلاة العيدين عبارة عن ركعتين سرًا إذن هذا الاختيار السادس إذن الاختيار السادس عندي خطأ عندي تقام صلاة الجمعة في المسجد صحيح نعم صلاة الجمعة تقام في المسجد وأخيرا أصلي صلاة العيد قبل الخطبة صحيح إذن تتكون الصلاة عد تتكون الخطبة هي الأخيرة ندزل القسط والحكمة من خلال ما تعلمته من عبارة وحكم في قصة نوح عليه السلام مع قومه أجيب على ما يلي إذن أكمل بما يناسب عندي لكي يعيش المؤمن مطمئنا عليه إذن من أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتعلمها من قصة نوح عليه السلام هي الصبر إذن كما نقول الصبر يفتاح الفرج يجب على الإنسان أن يصبر عندي تجنب اليأس إذن نوح عليه السلام رغم كفر قومه إلا أنه صبر ولم ييأس في دعوتهم إذن تجنب اليأس وعندي أيضا أتقى في النفس لأن نوح عليه السلام كان واثقا من أن القوم دياله بل رغم أنهم كانوا قوما لا يؤمنون بالله تعالى إلا أنه كان واثقا من نفسه وكان يسر على دعوتهم إلى دين الله وترك ما يعبدون إذن اتقى في النفس قال عندي ثانيا إذن أكمل عبارة المناسبة إذن أحرس على نيلي رضا الله عز وجل إذن أحرس على نيلي رضا الله عز وجل وأتحلى بالصبر وأتحلى بالصبر لأنه يجلب النجاح وأتجنب اليأس لأنه يولد الفشل ويفقد الأعمال إذن هاتش اللي عندي بالنسبة للصحيح دياله الفرض أتمنى يكون الشرح مفهوم وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله تعالى اشتركوا في القناة